اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام قضت محكمة عراقية هكذا الخبر لكل وسائل الاعلام تناقلته قضت محكمة عراقية بسجن 18 ضابط شرطة لمدة تصل الى 3 سنوات السبب يفشلهم في منع المتظاهرين من اقتحام في اقتحام وحراق السفارة السويدية في بغداد يوم 20 تموز في هذه السنة قبل شهرين او اكثر بعد ان قام واحد يقال انه عراقي ملحد مجنون مسيس مدفوع من جهات اخرى اعرف قضية كبيرة بتدنيس القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوك هولم فهم ردوا عليه طلعوا التظاهرات والتظاهرات هناك قوة تحمي السفارات باعتبارها هاي السفارات يعني لها حصانة دبلوماسية ولا يمكن لأي واحد ان ينخلها بهذه الطريقة قامت تظاهرات لتوجه الى السفارة وهذولى الشرطة منعوهم ودخلوا الى السفارة وحرقوها ودمروها لهذه السفارة انت تسألني وانا اسأل كل الناس وكل اعاقب عندما تقول له حكم صحيح لو مصحيح اقول لك حكم صحيح لانه هو ضابط الشرطة وقوة الحماية هي اسمها قوة حماية واجب ان تحمي هذه السفارة وهي تعرف انه هذه هناك ضوابط هناك حرمة دبلوماسية لا يمكن لا يمكن المساس بيها هناك اتفاقات دولية ولا يمكن القبول وهذه دائرة رسمية تابعة لدولة اخرى وارض اخرى لا يمكن القبول فان يحمون السفارة وهذا واجبهم عندما يتقاعسون في اداء واجبهم عن اداء واجبهم يجب ان يحاكموا ويعاقبوا وهذه اقل عقوبة لف سنوات اذا الوضع صحيح لكن قبل ان نطالب القوة الحماية ضباط الشرطة هؤلاء قبل ان نطالبهم بتنفيذ واجباتهم يجب ان نوفر لهم البيئة القانونية والرسمية والامنية التي تحميهم من الحكومة حكومة اولة يجب ان تحميهم تحمي وجودهم تحمي رتبهم تحمي ملابسهم تحمي وقوفهم في مكانهم تحمي عوائلهم تحمي وظيفتهم تحمي رواتبهم تحمي المؤسسة التي ينتمونه اليها هل هذا موجود بالعراق هذا ما موجود انا اجيبكم ما موجود لانه لا يمكن لقوة بالشرطة ان تقف بوجه الميليشيات وتتحمل نتائج هذا العمل نتائج هذا العمل قد تودي للقتل الى التشهير الى اتهامهم بانهم خونة ضد الاسلام ضد القرآن ضد المعرف منه ضد المرجعية عملاء للأجنبي عملاء للسفارات هكذا يتحمون مسيسين مدفوعين من مفلان مرحب بالتالي لا يستطيعون فهم تجنبا لهذا خوفا من هذا الوضع السيء وآلاف مؤلفة تهجم عليهم انسحبوا لا يستطيعون حمايتهم اما عندما يتوفر الاطار الحامل لهم من الحكومة يحمي وظائفهم يحمي رتبهم يحمي رواتبهم يحمي وجودهم يحمي وزارتهم يحمي كل شيء بهم يحمي اسمهم كشرطة وحماية ذاك الوقت المطلوب من عدهم ينفذونه مئة بالمئة وليشهد واحد اثنيا ممكن ربما اذا يشهد واحد اثنيا ربما يعاقب ويعاقب الضابط المسؤول عنه مباشرة لكن ان يذهبوا للمحكمة حتى تعاقبهم بهذا الشكل وما احد مفر لهم الاطار الحامل لهم هذا ظلم هكذا تفسر الاشياء مو الامور ترمى على عواهنها هكذا الميليشيات هذه هي اما دخلت المنطقة الخضراء ودخلوا الى مبنى مجلس النواب الحالي وكسروا وقعدوا على الكراسي وهتفوا وسبوا وشتموا لم يفعل احد شيء ودخلوا المنطقة الخضراء اكثر من مرة والقوة تفتح لهم الابواب ويدخلون طيب ليش ما حاسبتو هذه القوة ليش ما حاسبتوها يعني هاي مسموحة وهاي لا قوة كانت تقصف المنطقة الخضراء اللي بيها سفارات وبهي المقرات الحكومة تقصفها بالصواريخ ويعرفوها ما حال يحاسبهم ولا حال يجب طاريهم مبنى بيت رئيس الوزراء السابق سموه رئيس الوزراء القادة العنطقة المسلعة الكاظمي مو دزوا لطائرات مسيرة وصواريخ وضربته وهو طلع قال انا اعرفهم من امه بس ما قال باسمعهم يخاف يقول اسمعهم يخاف يقول من امه اللي يسووها وما حاسبوا طيب ليش دولة حاسبوهم للشرطة تثبتون انتو وضع مختلف الوضع المختلف يجب ان يختلف 180 درجة كل يختلف اولا على الحكومة ان توفر البيئة المناسبة وتضرب يعني يعني تضرب الميليشيات بيد من حديد وتنهي الميليشيات وتحصر السلاح بيد الدولة ماكو ميليشيات شايلة سلاح ماكو ميليشيات بالعراق ماكو ينتهي لهذا الموضوع ذاك الوقت يتحاسبو رجل الشرطة بس رجل الشرطة باني خاف من الميليشيات ميليشيات الميليشياتية الحاكمة وهي جعب رئيس الوزراء وهي اللي يجيب المسؤولين ويجيب وزراء ما نقدر شون هذا الضابط هذه يعني هو هؤلاء الشرطة يمتلكون امرهم رجال الشرطة هؤلاء يمتلكون امرهم يمتلكون قرارهم يستطيعون يقاف الميليشيات إذا ما أرادت القيام بأي شيء هل يستطيعون التظاهرات كانت قائمة والشعب والدستور يقول نحميها للتظاهرات في 2019 ثورة التشرين والدولة تقول إذا كانت هناك دولة حكومة تقول نحميهم لأن الدستور يحميهم حقهم ذو المتظاهرين سلميين ويطالبون بحقهم كانوا يتظاهرون والميليشيات تدخل وتقتل وتذبح وبراز جسر السينك يعني وهي العمارة شفتوا ما صار وبغيرها وبغيرها وكثير قتلوا ذبح قتلوا كثيرين وشمروهم المطعم التركي هذا كل بنات المطعم التركي كل والحكومة موجودة وهذه الميليشيات تدخل والشرطة موجودة والجيش موجود لكن هم يقولون الطرف الثالث وهذا الطرف الثالث يدخل ويخرج لا حد يستطيع سيارات رسمية وعجلات رسمية وارقام رسمية على هذه السيارات مجدودة ولا حد يتحدث الآن يعني شو اللي حصل حتى تعاقبون ذول الضباط المساكين فهم طعز رابط من الشرطة تعاقبوهم ثلاث سنوات حبسة والله لأنه ما منحهم ويقدر يمنحهم يعني هو عنده هش صلاحية هو يقدر هذا المسكين ما هو عارف من البداية إذا منحهم سيتعرض إلى مصيبة كبيرة ويعرف أنه لا أحد يحميه وعندما يمنحهم سيقولون له حتى اللي بالحكومة لماذا فعل ذلك تركهم وخلي يسوون اللي يسوون أنت يا ما تكلم أنت ليش نمنحهم هكذا فبالتالي الآن حتى يستعرضون على الناس يجي منذ الثمنتعش ضابط وكيد برتب صغير وحتى لو رتب كبيرة المهم يضحون بهم ودهم للمحكمة حكمهم مثل السنوات والقاضي يقبل والقاضي شون يقبله هاي القضية هو يعرف هذا الموضوع لا يمكن لعراق أن لا يعرف هذا الموضوع القاضي لا يحكم بالقضية بحدود القضية فقط يحكم بالقضية بشكل عام يرى المناخ والعرضية والبيئة هل هي مناسبة هل هؤلاء ارتكبوا الجرم حتى المجرم المجرم اللي يقتل هم يروحون يشوفون الظروف اللي يدفعتها للقتل هوش قتل وقد تخفف عليه الحكم قد ما عرف شنو قد يزيد الحكم عليه تبعى للظروف هاي الظروف يدرسوها قانون الجزاء العراقي هاي موجودة كل مكان موجود طيب القاضي يحكمهم وشنون يحكمهم انت تعرف بما غير قادري وأكيد بالمحكمة من جبتهم إذا جبتوهم قالوا لك احنا ما نقدر نسوي شي ما هاي ميليشيات وإحنا نخاف من عثي بس ما تسمعون هذا كلام فبالتالي هذه اللعبة لعبة يعني مكشوفة ومعيبة جدا جدا وهذه تدلل على أنه يعني القضاء عندنا إلى شكل آخر والإطار الحاكم مو هو الحاكم بالواجهة الحاكم من هم يحكمون اللي هم خلف الواجهة ومن يريد أن يتبنى القانون عليه أساساً أن يجعل هناك دولة تحترم القانون حكومة تحترم القانون وتجبر الآخرين على احترام القانون هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة